مارجريت بتكمل حتى الضغط بطرن اعجب بيك انت لو اشتغلت انت في القصر هتاخد دلاتي بسنة وفوق الميت مليون ين شطن صدم ريح على حالة ميت مليون يا اخي انا ايش بسوي في حياتي انت عيسة دي قال فريق زلال وفريق ملال انا لازم اتشغل تحت الناس دي بقولك ملايين فلوس انا ممكن ابقى عاسب بيان وحتزل شغل الابطال والكلام الفاضي ده يا خبار بقولك ميت مليون بلا بطل بلا بصل بعد ما ظهر الشادو بالشخصية المزيفة وتحالف مع الثعلبة يوميكي عشان ينشون الفلوس المزورة بدون ما اي حد يكشفهم بس الفا قررت ترسل دلتا عشان تخلص عليهم عشان ده كان بيدور تجاريتها بالكامل دلتا هرمت على الشادو فعلا بس الشادو هزمها بكل سهولة ولكن الصدمة دلتا عرفت على الشادو من ريحته شادو انصدم بس الطرية ديها مهمة بعيدة عشان تختفي عن الانظار قبل ما تفضحوا وتول بقيت الفريق عن شخصيته الحقيقية اما الفا وفريقها افتكروا ل دلتا ماتت على يد جون سميث والفا انطلقت عشان تتقم ليها بس شادو قررت يتصدى اليوم بكل سهولة والفا تعرفت عليها هي كمان وسألته ليه مستخب بكل ده اصلا شادو قال لا على كل حاجة كل حاجة هتبان في الوقت المناسب ورمع منع الاطر بسرعة اف يا الاحداث وبعد فترة يوميكي انطلقت في طريقة للانتقام من الزعيم جيتان لان كانت سبب في عبارة عشرتها بالكامل بس جيتان لحظ وجودها في المدينة ووصل ليها بسرعة بس يوميكي كانت بتستعد للحظة دي من زمان وخلصت عليه بكل سهولة ولكن جيتان مستسلمش وابتلع علبة الحبوب الجحيمية بالكامل طاقة مرعبة غطت جسده وهدم على يوميكي بسرعة رهيبة يا خبر بس يفجأة في اخر اللحظة شادو اتدخل وخلص عليه وكمان ولكن المفادي يا صاحبي كل ده اصلا عمله شادو عشان الفلوس مش اكتر اخ بس عيل بص مادي لان جيتان اصلا سرق كل الذهب اللي كان مع شادو يعني كان بدور على مصلحته من الاخر مش اكتر مأسا شادو فضل يدور على الذهب في كل مكان بس الاسب ما يدر وقارر الاختفاء اللي فتر من الوقت لانو تسبب في متعب كتير لالفة وفريقها في طرق ايلا يحصل صاحبي ولو لسا مشوفش الاكزاء اللي فهتت تهدو شوه من العلمة الايل فهو اول كوماندي تحت ويلا كده خلينا ننطلق لتس كوم فالمهم عشان تنضم لينا والصاحب ما تنساش بقى تشترك وتفعل زر الجرس ويلا كده خلينا ننطلق في حكاية اليوم حكاية من اجمل رواية لتس كوم فالعلمة حدثة من محل صغير كده وعمل يشرب قهوة ودنيا اخر حلاوة صاحبة المحل والاسمان ياري بتقله لأسف الحرب الاخيرة دمرت كل حالة في المدينة لدرجة ان اغلب الناس لجأت للصارقة والنصب والاحتيال عشان تقدر تعيش شادي بقول لها فعلا كلامك صح. بس مين كان يتخيل ان مملكة اوريانا الجميلة لتحول للمنظر الوحش ده. للأسف انها الحرب يا سادة. مياري بتقول له ده موسف فعلا. ولكن لازم نضع حد للحرب الملعونة دي. فجأة العميلة ستمائة وستين. والعميلة ستمائة خمسة وستين. اه سائب كده يا صاحب ارقام. كانوا في نفس المحل مع شادو. بس ما اخذوش بالهم منه. لانهم كانوا عاملين يتخنقوا على سندبوتشات اللانشون. حاجة اخر بقسها. ده شكل عملاء اصلا ده. المهم. في الوقت ده روس كان بتحلم بلحظة موت ابوها. وبتندم على كل ده. بس ابوه كان بيرمقها بنظرات مرعبة. روس صحية مرعوب من الحلم ده. بتشوف الوضع المأساوي بتاع مدينتها. وبتقولي نفسها للأسف. افتكرت انها قدر انقض مملكتي بانضمام لفريقة الظلال. بس للأسف ما ديرش عمل اي حاجة. العميلة ستمين اربعة وستين. ستمين خمسة وستين بيخبطوا عليه هاي. الجهاز يلا. هنبدأ اللي مهمة بتاعتنا. رسمعت كلامهم وانطلقت معهم بسرعة. العميلة ستمين ابلاغ وتقولهم تم ابلاغنا ان العميلة خمسميةين تسعة وخمسين اتقودنا في المهمة دي. اوخ كلهم اسمي اسمي ارقام بس. العميلة ستمين وبتسألة مين خمسمية تسعة وخمسين. العميلة ستمين capac tourت عليك دي هي الشخص اللي قدر يزم القائدة تسعة وتمانية. يخرب بيت الأرقام يا سادي يعني تخيل اسمك يكبر رقم ماساك ونا نبقى رقم مليار 9 مليار و 500 ألف حاجة صعبة واكتسبت الحق في تحدي الظلال السبعة وحاليا بعدت رسالة لينا عشان نقبل عن قلعة المدينة المهجورة روزو العميلة 664 قالوا لها تمام وانطلقوا باتجاه القلعة بعد فترة روزو فريقة وصلوا لمكان العميلة 559 العميلة بتسألهم تعرفوا ايه عن المهمة دي 664 بتود عليها اظن اننا هنراقب المكان ده عشان نلوط ايه حاجة غير طبيعية ونبلغ عنها العميلة 959 بتلعب الضبط كده وانحنا تكلفنا بالمهمة دي بسبب اخبار وردتنا عن سيطرة جنود طائفة ديابلوس على القلعة ونشرت جنود ده في كل مكان فيها وبعنا كده انهم لقوا حاجة مهمة في المكان ده ومهمتنا هي استكشاف واكتشاف سبب وجودهم هنا بس رعوات بس ضحيح هل تعرف ليه تم اختيارك للمهمة دي اياتو هل عميلة ست تلت ستات روز بترد عليها تقريبا لاني عارف المكان ده كويس العميلة دي خمسمائة ساعة خمسين وتلعب الضبط كده بس في حاجة تانية خليتني اخطارك وهي انه تم منح قوة الضلال من قبل شادو شخصيا العميلة 664 665 انصطمه انتخذت قوتك من شادو فعلا روز بترد عليهم ايوب بس ليه يعني مش كل الضلال اخذ قوتهم منه العميلة 665 بترد علي لا احنا حصلنا على قوتنا من قبل الضلال السبعة وما فيش اي حد من فرق الضلال حصل على قوته من شادو غير الضلال السبعة والقائدة 559 القائدة بتقول لروز دلوقتي انت حصلت على قوتك من شادو زي بالظبط لكني قوية ومخلصة اكتر منك ولو لحظت اي تصارف او اي حاجة بدول على خيانتك هخلص عليك بدون اي تفكير روز مزهوم مش عام بتقول ايه بس فجأة جنود طائفة ظهروا في المكان رايحين باتجاه مسرح القلعة القائدة وفريق الضلال لحقوهم بسرعة عشان يشوفوا ايه اللي بيحصل والمفاجأ العميلة 665 شافت جن منهم وكان القائد كوادو قائد فريق بنخبر الطائفة واحد من الجنود راح لكوادو وقال له على كل حاجة كل حاجة جاهزة ومستنين الاوامر بتاعتك كوادو قال له ممتاز وراح باتجاه الحلبة عشان يستخدم كارتو السحري بس الصدمة الكارت ده هو نفس الكارت اللي كان مع ابو صلعة لما استخدموا اللي يستخراج حبوب القوة الخاصة بطائفة ديابلوس يا خبر كوادو حطت الكارت في الحلبة فعلا ودايرة سحرية عملاقة ظهرت في المكان حاجز سحري غطر الحلبة بالكامل فجأة ام روز ظهرت في المكان وراحت باتجاه الحلبة روز انصدمت مش مصدق انو امها لسه عايشة بس كوادو بقول له ام روز تحط ايديها على الحاجز السحري ام روز سمعت كلامه فعلا وحطت ايديها على الحاجز الحاجز تفتح روز مش مصدق اللي بيحصل اللي بيحصل اصلا ايه ايه علاقة والدتها بالطائفة بس فجأة في ختم سحري ظهر من العدم كوادو بقى لهم ممتاز كده حصلنا على المفتاح الاساسي لمشروع الورد السوداء يا لهوي وإن اللي بيحصل يا جماعة فجأة قائدة روز قالت للفريق يجازوا لاننا هنهجم عليهم بديد وقتي روز فريقا صدموا نهجم نهجم ازاي بس بشر عملية كاتلة الاستطلاع فقط القائدة بترد عليهم الخاتم ده هو الهدف الرئيسي لمهمتنا وإحنا نازم نستول عليه حالا العاملة ستمين خمسة ستين مستغربة مفتاح مفتاح ايه القائدة بترد عليهم الكش دعوة مهمتنا الحالية هي استعدت وخلاص روز بتصرخ فيها انت بتقول ايه ام لسه موجودة تحت مستحيل اسمحلك بتعريضها للخطر بس القائدة ما سمعتش كلامها وهدمت على الطائفة بسرعة رهيبة يا خبر والصدمة القائدة استهدفت ام روز اول وحدة وده وحاولت تخلص عليها بسرعة بس روز تصدت لها في اخر لحظة وصرخت فيها ليه؟ ليه بتعملي كده؟ ليه هجمت على والدتي الاول القائدة بترد عليها مش لازم تعرف المعلومة دي وده روز انصدمة تعبيطة ولا بقولك دو امي والدتي باي ماذر انت فراسك مخلل اكوادو اعطاحهم ما كنتش متوقع ان فريق الظلال هيقدروا يوصلوا للمكان ده بس دي حركة غبية منكو جبتوا الاميرة روز لينا منفسكو القائدة حاولت تورم على ام روز تاني بس اكوادو امر الجنود بحماية روز وامها والقائدة قالت لروز انت طلعت خاينة زي ما كنت متوقع بالضبط واني هي تكذبها على يدي يا لهو كده الاحداث باسط مش بولعت خربت على الاخر اخ بس المهم تاني يوم واحدة من فريق الظلال راحت لجامع عشان باللغبة اللي حصل مع فرقة الاستطلاع وانهم دخلوا في اشتباك مع جنود طائفة ديابلوس اما روز خانتهم عشان شافت والدتها مع الطائفة جام بترد عليها ده اول متوقع منها بس في الوقت الحالي اعنا هنسي ما بياخدوها لان ده ايه اللي بالرأي العام عندهم هيتسبب في اضطرابات كتيرة هتفيدنا في المعارك الجاية وحاليا دي احسن فرصة لنا لتسلل داخل مملكة اوريانا الجندية بتقولها فعلا انا هبلغ لمدة بكده بسرعة عشان تبدأ في نقل الجواسيس لهناك في الوقت ده شايدو كان بيفكر في الاحداث اللي بتحصل في المملكة لان انصار الكونت دايم دخلوا في حرب طاحنة ضد الحزب المناهد للأسرة الحاكمة عشان يستولع على حكم البلاد شايدو بقول لنفسه انا ممكن اسعب طرف من الاطراف دي في هزيمة الطرف التاني واخليهم يستحوذوا على الحكم بكل سهولة وبكده هكون الشخص اللي لعب دور كبير في الخفاء واحسن شخص هينفع يكون الحاكم دلوقتي هي روز لانها قتلت ابوها عشان تستحوذ على الحكم لنفسها وبكده هي مستعدة لفعل اي حاجة في سبيل وصولها للحكم عشان تصير الحاكمة الطاغية في البلاد اما لو انا خلصت عليها وحررت البلاد من شرقها فالناس هتشكرني اكتر واكتر واصير مشهول وبطل والدنيا زي العسل ايوه هي دي خطتي فجأة في لصوص هيقطعهم المكان وقالوا لمياري تدفع الضريبة بالسرعة لمياري تصرق فيهم لا انتو خدتوا كل الفلوس اللي معايا من يومين ومش هقدر ادفع لكو اي حاجة اللي اسبعوا لا لو مش معك فلوس دلوقتي فانا هاخد اي حاجة من هنا شايف اللي حصل وعمل نفسه جبان سيبهم مياري في حالة وإلا طربتك وخلصت عليك ولمياري راح تطمن علي بسرعة بس شاري وتأسف لها اسف اني ما قدتش احمل محلك من الوصيص دول وسيبتهم يسرقوا كل اللي فيه مياري بترد عليه ما تخافش كده كده انا بتعامل مع الاشخاص دول من زمان ومتعودة على اسلومه من الهامة دي ده غير كده انت حاود ساعدني بكل قوتك واكلت علجة سخنة في الاخر شادي بقولها خلاص ست تمام ماشي يا والله اخد حاج منهم ومشي من المكان حاجة صعبة بعد فترة شادي كان ماشي في المدينة وبقوله نفسه للأسف بعد كل اللي عملته هنا ما قدرت شخالي روز تبدأ في طريقة لتصبح حاكمة طاغية لان اول ما وصلت هنا انضمت للسجن الحربي عشان اسمع كل المؤامرات اللي بتحصل فيه وهربت في الاخر مع كل السجناء اللي كانوا هناك بس انضمت للجلس الثوري في الاخر عشان يعيش اجواء الحرب معهم وقد هموت اسناء القتال كمان بس ادرت اهرب بصعوبة ورغم كل ده الا اني ما قدرتش اليها اي حاجة تساعدني في خطت الجاية فجأة شادو سمع صوت اللصوص اللي هجموا على محل مياري وكانوا بيتناقشوا في خطتهم الشريرة الجديدة الهجوم على المحل تاني وياخدوا منه كل حاجة المراتي شادو اتدخل بسرعة وخلص على تنين منهم في ثواني لس التلات بيصرخ فيه وازاي كتلا هنا شادو بيرد عليه قوانين المدينة دي جامد فشخ انت تقدر تقتل اي حد وتفشخ اي حد القوى ويفشخ اي حد ضعيف حواليه وياخد كل حاجة منه اللي اسم مصدوم مش مسوع باللي بيحصل بس شادو خلص عليه في الآخر في الوقت دا امياري كانت عمالة تحسب الفلوس اللي معاها عشان تدفع الإجار لصاحب المحل ولكن للأزب الفلوس ما كفتش معاها لانه اللصوص اخد كل حاجة منها اخير الاحزان فجأة في صوت غريب كان جاي من برا المحل امياري راح تشوف اللي حصل ويه مصدر الصوت ده والمفاجئة كيس مليان ذهب ومجوهرات وفضح كان مرمج قدامها يخرب بت الحظ يا صاحبي تخيل تخيل اللي ترمي ده قدامك امياري مصدوم مش مسداء اللي شفته لكنها لمح تشده وهو ماشي من المكان فبتشكره على مساعدته لها اثناء كل ده قائدة فريق روز كانت شغالة تقطيع في اعضاء الطائفة لحد ما خلصت عليهم بالكامل معادة القائد كوادو اوفي الاحداث لكن المصيبة القائدة فقدت تقطعها بالكامل وما قدريتش تصمد قدامك والو ده الكواد ضربة بوكس طيارة بعيد انا مش اسمح لك ولا اسامحك على اللي عملتي ده واخلص عليك بكل الطرق الوحشية القائدة مش عام فترد عليه ومش قادة تتحرك من الارض فجأة شادو ظهر في المكان ومد القائدة بطاقته السحرية العملاقة يكدو مصدوه ومش وعمل اللي بيحصل بس القائدة استعادت قويتها بالكامل وخلصت عليها بضربة سريعة رهيب يا شادو شادو نزل ليهم وسألم عن مكان الكنوس يا ابن التعيل طماعة كل همك الفلوس القائدة بتقول له في امر مهم دلوقتي وهو ان الجندية روز خنتنا وانضمت لطائف الديابلوس عشان كده انا عايز ااخد امر منك بالقضاء عليها العملة ستة مائة باستين ستة مائة خمسة ستين دخلوا بسرعة سنة سواءني هي عملت كده عشان كاب بتحمي امها ودي ما تعتبرش خيانة القائدة بتعود عليهم احنا ما قدرناش ناخد الخاتم السحري بسببها عشان كده هي لازم تموت العملة ستة مائة خمسة ستين نزرغ فيها والمفتاح ده مهم عندك اكتر من زملائك في الفريق القائدة بتود عليها ايوة يخرب بيتك عيلة نتنا شادو ما كانش معهم اصلا انه كان بيشوف اخر الاخبار اللي حدثت في العاصمة والمفاجئ خبر اعلان زواج الاميرة روز للدوق دايم كان متصدر الاخبار بالكامل شادو تعصب جامد وصرخ باحلى صوته مستحيل مستحيلة سمحها اللي حصل ده انا اخلص عليها بالكامل وانطلق باتجاهها بسرعة القائدة فرحانة فاشخ ايوة هو ده العقاب المناسب لها يلهوي كده النصة صعب شادو بقول لنفسه ازاي ازاي روز قبلت بالزواج من دايم بسولة ده مش هي قتلت ابوها عشان تصير الحاكمة مكانه كده العبيطة دي ضيعت كل اللي عملته على الفاضي اللي لازم عرفيه عملت كده ليه تاني يوم لمضا وصلت لمملكة اوريانا وقدرت تدخل اعضاء فريقة الضلال معها سيتا وصحبتها قبلوا لمضا وبلغوا باللي حصل مع روز لمضا بتقولهم للأسف مع انه كنت مشرف على تدريبها بنفسي الا انها خيانة فريقنا في الآخر سيتا بتقول لها بس ده ما يعتبرش خيانة انها كايب بتدفع عن والدتها لمضا بترد عليها حتى لو ده حقي فهي عرضت فريقة للخطر ويتم معاقبتها على كده سيتا بترد عليها الزعيم شادو قرر معاقبتها فعلا وانطلق عشان ينفذ العقاب بنفسه القصر الملكي وجهز نفسه عشان يقتحمه بس في اخر اللحظة ابسلون ظهرت في المكان ودخلته القصر معاها بسهولة شو تسألها ايه اللي جابك لهنا وازاي قدرت تتعدينا من بوابط القصر بسهولة ابسلون بترد عليه الحاكم دويم بعت دعوة عشان اعزف في حفل زفافه من الاميرة روز ولو حد سألك انت هنا ليه قوله انا التلميذي النجيب بتاعي وصحيح احنا نشرنا جنودنا في كل مكان في القصر ورحب بابسلون كويس انك وصلت لهنا في الوقت المناسب بس يا ترى انت هتعزف ايه في الحفلة الجاية ابسلون ردت عليه ما تخافش انا جهزت مقطوع موسيقية اسطورية هتلحص عقول الحاضرين بالكامل دويمة لها ممتاز ممتاز ده هو المتوقع من عازفة مشهورة زيك ابسلون اتكسفت شوية وقالت له دي قال لحاجة عندي قال لحاجة ممكن نقدمها للاميرة روز بعد رجوحها دويم تحك بكل سخرية لأسف روز تعبانة شوية ومشهورة تحضر الحفلة بس صحيح هو مين الشخص اللي معاك ده ابسلون بتود عليه ده هو تلميز النجيب وانا جبته معي عشان يتعلم مسلوب العسف في الحفلات دويمة لها تمام تمام بس ما مين ادى الاذن بالدخول هنا من غير تصريح ابسلون اتكسفت انا ما كنتش عارف انه لازم يحصل على اذن بالدخول بس خلاص خلاص احنا هنمش من المكان دلوقتي لا حد ما نطلع تصريح بس الاول لازم نسمع عصف الطالب بتاعك قبل الحفلة ما تبدأ ممكن يعزف اي مقطوعة موسيقية من اللي تعلمها منك ابسلون صدمت من الطلب ده لكنها وافعت عليه في الاخر شادو دخل لقات الحفلة وبدأ في العصف وفعلا كل في القحن بهروا من جمال العصف الاسطوري شادو استغلن بهار الناس بيه وبدأ يسرق مجواراتهم من غير ما يحسوا العي لده مصيبة والله خرب بيتك يا اخي ديني خربانة وبتولع بيقول لك في خطط ومصيبة وده بيداور على الفلوس والمجوهرات مشكلة المشكلة انا في اصلا اللي فكل في القحن سجفوا لي على الاداء المبهر هو سرق جدهم حرفيا دويم سألوا عن اسمه ابسلون اندخلت بسرعة وقالت له الاسف تلميزي ده هيفضل مجهول الهوية لحد ما يكمل تدريبه بالكامل دويم بقول لا تمام بس شادو لاحظ وجود خاتم زحري في جيب دويم فبيسرقوا منه بسرعة يخرب الدماغك يا اخي بعد فترة شادو قال لابسلون انها يروح يتمشي في القصر ويستكشف الاماكن اللي فيه ابسلون ردت عليه تمام بس خادمة القصر والاسمها مارجريتا شبطت في شادو زي الجبنة في البزة انا هاجي معاك هوري كل حاجة في القصر شادو قال لا انا هروح لوحدي مش عايز اي حد معايا بس مارجريتا دي فضت شطف امه مستيباه انا كنت بخدم الانسة روز من زمان وعارفة كل حاجة في القصر ده عشان كده لازم ادي معاك شادو ما لقاش اي مفار منها فبيضطر يا اخو ده معاو خلاص اعمال اي يعني بوصل جبنا بموت تاريلا لزكت اخ بس مارجريت بتقول له انت طلعت عازف موهوب فشخ لدرجة ان كل الحضور انبهروا بعصفك شادو بيفك في الموضوع ده سهل ما هو تيخرب الدماغي انا سيطرت على عقولهم بسرعة لانه كنت عازف بيان واصل موهوب في العالم بتاعك وما فيش اي حد هنا يعرف المقطوعات المشهورة في عالمين مارجريت بتكمل حتى تضغط باترون اعجب بيك انت لو اشتغلت عنده في القصر هتاخد راتب سنة وفوق الميت مليون ين شادو نصدم ريح على حالة ميت مليون ين يا للهول يا للهول البحار الفلوسي السبعة مارجريت بتكمل حتى مركز اعجب بيك برضو لكنهم بدوا راتب يعني تقريبا سبعين مليون ين يعني حاجة ولا ايش ويا بس اتماشي الحال شادو نصدم اكتر بس لو انضمت لي وما تحصل على شهرة كبيرة فشخ عشانهم بيمتلكوا فروع كتيرة في جميع انحاء البلاد شادو بيفكر يا اخي يا اخي انا ايش بسوي في حياتي انت عيسى دي قال فريق زلال وفريق ملال هلأ لازم الشغل تحت الناس دي بقول لك ملايين فلوس انا ممكن ابقى عاسف بيان واعتزل شغل الابطال والكلام الفاضي ده يا خبر بقول لك ميت مليون بلا بطل بلا بصل كلب فلوس مفيش فايدة مارجرد بتقول له بس انت ممكن تشتغل عند عائلتي برضو واللي بتدي العازفين المقويبين اللي زي الخمسين مليون ين بس انا ممكن اتكلم ابوهي عشان يديك راتب اعلى من كده بكتير شادو بقول للي الاسف مش تطير ده بكده مارجرد بترد علي يا عم يسيبك من دي اسمها شبه علبي تدوى اصلا ايه ده اسم اصلا ايش الاسم ده مالوش ايه لازمة شادو بقول لها صحيح انت قلت انك بتخدمي الاميرا روز قبل كده بس يا ترا هي فين دلوقتي مارجرد بترد عليه فعلا انا كنت بخدمها بخدمها من فترة وريبة لكن اندمت على كده لانها كانت تتسبب في دمار مملكتنا بالكامل شادو بقول لها معنى كده انك عارف مكانها دلوقتي صح ولا ايه مارجرد بترد عليه ايه بس الموضوع ده سر يعني مش مسموح لي ان اقول لك على اي حاجة يعني ولا ما اسموح لي ان اقول لك اي حد غريب على مكانها بس يعني انت مش غريب يعني عشان كده انا هاديك تلميح بسيط يعني البنات المصيبة والله مارجرد بتقول لها الاميرا روز اه موجودة في الدور التاني من البرج الغربي عند الحديقة الكبيرة اللي قدامك هناك على طول ناس تبصلوا بس يا خيط بتلطيل على كل حاجة شادو غفل مارجرد وبعد عنا بسرعة بس فجأة في شخص غريب ويف قدام وانت راح فين ها? راح فين كده شادو استغرب انت مين اصلا? الشخص الغريب ده بيقول له انا هو الفارس الشجاع الوسيم الجام الزحلاقة ابو كرشة ومسألة اسمحنا شخص كاحيان زيك يسرق من الخادمة الجميلة الكيوت مارغريتا شادو صدم مش فاهم اللي بيحصل اصلا بس ابو كرشة بيقول له انا باقي كل يوم هنا عشان اقابل مارغريت واعترف لها بمشاعري لكنها بتتكسف مني بتغرب بسرعة وده معناه انها واقعت في حبي ومش قادر استحمل جمالي الخلاب يا سلام يا ابني انت بصت على شكلك في المرأة الشبه شواء للبطاطس بالزبط ناقصك شوية تسمعت بس شادو غفل الحارس هو كمان وهرب من المكان بسرعة في الوقتي ده روزكا بتفكر في الموقف اللي وصلت لي دلوقتي لانها حاليا مطاردة من قبل فريق الزلال بطيمة الخيانة وفي نفس الوقت محاصرة من قبل طائفة ديابلوس عشان ما تهربش من القصر يعني باصت الدنيا والطالب بالحكم وقعت بالنارين عاملة زي سيخ الشورمة وش على النار وضهرها للسكينة مفيش اي حاجة ده بتعملها اخ بس شادو وصل لشباك الغرفة وروزي انصطبت من وجوده لكنها حضعته بسرعة يا سلام شادو هدها ودخل معنا الغرفة روزي بتسأله ازاي قدرت تدخل المكان ده بدون ما اي حد يشوفك شادو بيرد عليها انا تسألت لهينك كمتدرب ما هو واحد صاحبي وما فيش اي حد تكلمني بس ده مش مهم لاني جاي هنا عشان اسألك عن زواجك من الدوق دويم روزي بترد تعليل ما فيش اي حاجة نتكلم فيها شادو بيصرخ فيها اكيد زواجك ده مجرد كذبة صح ولا ايه ده خبر حقيقي وانا وفات على الزواج خلاص شادو بيصرخ فيها تاني انت نسيت اللي عملته مع ابوك ولا ايه تضيع كل حاجة عملته على الفاضي روزي بترد عليها ما تفكرنيش عن باليوم ده ثاني لاني اتخذت قراري خلاص شادو بيقول لها لا مستحيل يكون ده حقيقي انك بتمتلك حلم مشابه لحلمي روزي استغربة حلم مشابه لحلمة ازاي يعني شادو بيرد عليها انت كنت بتحلمي انك تصير مقاتلة بالسيف وكل اللي في القصر اعترض على كده لكنك شقيت طريقك وحققته في الاخر وانا بحلم بحاجة ما فيش اي حد مقتنع بيها لكني مكمل فيها روز مش فاهم اي حاجة بس بتقول له حتى لو ما فيش اي حد واقف جنبك فانا هكون معك على طول شادو بيرد عليها للأسف انت تخليت عن حلمك بسبب الزواج ده وخليت يموت ابوك يروح بدون اي فايدة روزي عصابة جامد وقالت لو كل ده اللي عندك فالأسف كل جهدك راحت على الفاضي شادو قال لها تمام ومشي من المكان بعد فترة دويم دخل لغرفة روز وقال لها في خبر وصلني عن وجود اصوات غريبة في غرفتك فهل في اي حد دخل ليك ولا ايه روز بتود علي لا مفيش اي حد جيلة هنا وكده كده حراسك محوطين المكان بالكامل مستحيل اي حد يقدر يتخطاهم دويم قال لها تمام ولاحظ انها كاب بتعيد فسهل عن السبب بس روز بالت عنه وبتقوله ما تلمس نش تاني بيدك القزرة دويم يتعصب جامد وستيك بكل قوته او عد انسي النومك موجودة معاها دلوقتي ولو عملت اي حاجة مش عجباني هخلص عليها بدون اي تردد روز قالته تمام ودويم سبب الاخر شادو كان قاعد برا الغرفة وسامع كل حاجة معنى كده انو دويم بيضغط على روز عن طريق والدتها عشان كده لازم احرر روز من الضغط ده ومشي من المكان في الوقت ده ابسلون قابلت القائدة خمسمائة سعة وخمسين وقالت لها اظن دي اول مرة تفشلي في مهمة ضد الطائفة صح والله القائدة بترد عليها للأسف ايوة بس ده حصل بسبب خيانة العميلة تلت ستات وانا عاقبة على كده ابسلون بتقول لها ولايك مبهر فعلا لكنه زياد عن اللزوم لان روز ما كانش قدام اي حل غير اللي عملته وده مش غلطها لاننا ما كناش عارفين انه ما تكون موجودة في العملية غير كده شادو قارر معاقبتها بنفسه وراح يقابلها اليوم بس ما عملش لها اي حاجة وكيد هو عمل كده لأسبابه الخاصة وحاليا لازم نعرف مكان الخاتم القائدة بتسألها والمفتاح ده خطيلة الدرجات دي ولا ايه ابسلون بترد عليها ايوة وفيز اساطير بتقول ان مملكة اوريانا استخدمت لاطلقهم بلا نووية ابادت مية الف جندي بلمح البصر وممكن يستخدموه تاني لو حسوا بينا المهم شادو وصل للمكان والبنات راحوا يخدموه بسرعة شادو بقول لهم انا حطيت خطة خلاص مابيش اي حاجة هتوقف قدامني دلوقتي ابسلوا انبهرت من زكاء وفضت طبلوا ساعة في الوقت ده دا دويم كان بتكلم مع شخص من الطائفة واسمه مدريد مدريد بيسأله عملت ايه في موضوع الخاتم السحري دويم بيرد عليه ما تخافش الخاتم ده موجود معايا هنا وحاليا انا هسيطر على المملكة بعد زواج من الوريثة الشرعية ليها وهي روز مدريد بقول له تمام بس اياك تعمل اي حاجة متهورة وتضيع كل اللي عملته على الفاضي دويم برد عليه ما تخافش انا ما اخذ كل حزري من كل حاجة بس للمفاجأة يا صاحبي دويم ما كانش عارف ان شادو سرق جدو سرق بين الخات بدون ما يحس اخبر شكلها تبقى مفاجأة كبيرة يا صاحبي اياك اياك يا صاحبي تفوت الفرصة دي اياك انا بقول لك امرة تانية شايف والله العظيمة هو ربح في اقل تقريبا من عشرين دجيجا دولار وعشرة سنت متخيل في اقل من عشرين دجيجا بص ببساطة الموقع ده انتجهر عندي الاجانب بشكل جنوني لحد دلوقتي مشوفتش عندي ولا واحد عربي وانا اول واحد اجار بصراحة بص من الاخر الموقع ده ببساطة اللي بتدخل عليه بالموبايل او بالكمبيوتر بتسجل فيه بعد ما سجل يا صاحبي من اللينك الموجود تحت الفيديو هتعدي على كلمة لازم تعدى عليها دي ماشي ببساطة معناها ايه معناها الاستبيانات يعني هو ببعتك كده او اسئلة اسئلة بسيطة خالص انت بتجاوب عليها بكل صدق ماشي وبتاخد مقابلها الفلوس ايوه بتاخد مقابلها فلوس. وزي ما اتشاف دلوقتي ده استبيان بنص دولار. ده استبيان بتمانية سنت. وده استبيان بربع دولار. الفرق ما بين التلاتة دول هو بس الوقت. يعني مسلا استبيان اللي هو بتمانية سنت ده. اللي هو تقريبا واحد دولار بيخد تقريبا من من مسلا عشرين دقيقة لنص ساعة. ماشي? هتطولي رقم كبير عشرين دقيقة لنص ساعة. بقول لك يا يا صاحبي رقم كبير ايه? ده احلى حالة ده بالسهولة. كفاءة للموقع صادق. والله العظيم يصدك كفاءة للموقع صادق. وهتشوف دلوقتي. زي ما انا اتشاف دلوقتي انا عملت استبيان كامل بنفسي بالاكون بتاعي. وعلى طول ضاف لي ارباح على الاكون بتاعي. فحرفيا يا صاحبي الموقع صادق وتستحق الصراحة انك تجربه. لازم تجربه. هتلاقي الانك موجود تحت الفيديو في اول كومنت وهتاخد كمان واحد دولار هدية اول ما تسجل ان شاء الله. فبس استمتع يعني انت عايزي اكتر مكده. انا بزبطك حرفيا كل يوم وكل فيديو بهدية. عشان دعمكم الاسطوري وليكو انتو فقط. فاستمتع صاحبي. وبس كده ده كان الجزء الرابع من الجزء التاني. لا ينمي الشدو. محارب الجريمة في الخفاء. وانا رأيكم تحت في الكومنتات. وبتنسى استمتع بالهدية الرهيبة سيبتلك يا صاحبي في اول كومنت. ويلا نشوفكم على خير في فتاة الجاية.